اشتركوا في القناة إلا وتتعرض لشيء من الأزمات من المفاجآت من الفصول المحزنة من الإشكالات وهذا لم يسلم منه بيت لا بيته نبي ولا بيته ولي ولا بيته غني ولا بيته فقير ولذلك من يستقرأ التاريخ يجد هذا ظاهرا حتى أنبياء الله عز وجل ورسله لذلك نجد نوح ابتلي بأهله لوط عليه السلام ابتلي بأهله إبراهيم ابتلي بأبيه هكذا جميع الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين أيضا تعرض لشيء من هذه الإشكالات فيما يتعلق بالأزمات البيتية المهم إخواني وأخواتي ما هو كيفية إدارة هذه الأزمة التي يتعرض لها البيت سواء في شخص الزوج أو في شخص الزوجة أو في الأولاد هذا هو المسألة التي ينبغي الاهتمام بها لأن أغلب الناس الآن وللأسف الشديد مواقفهم في الأزمات هي اتخاذ قرارات في لحظة انفعال وغضب تؤدي إلى كسر البيت وإلى انهدام حتى إن بعض الناس يقصدون هذا البيت لعلمهم بأن هذا البيت يغيب فيه التبين والتثبت والتعقل فيستثمرون هذا الأمر ويدخلون من خلاله لتدمير هذه الأسرة من خلال شائعات وأعتقد أننا نعيش زمان خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بعث الرسائل من خلال إرسال الرسائل التي فيها تحريض أحد الزوجين على الآخر أو محاولة إشاعة الكذب والمين للقضاء على هذه الأسرة ولذلك أخواني وأخواتي المفاجآت كثيرة ولذلك يجب على رب الأسرة على ربة البيت أن يكون لديهم استعداد كامل لكيفية مواجهة هذه الأزمة مواجهة هذه الأزمة إدارة الأزمة فند كما يقولون إدارة الأزمة عقل أما قضية أن الاتخاذ القرار في لحظة انفعال طبيعي جدا بأن هذا سيؤدي إلى فساد عريض وإلى شر كبير ويكفي في هذا هو الفرقة بين الزوجين أو الشتات أو ما يحصل من مشاكل بعد ذلك لعلي أذكر نموذجا رائعا جميلا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في قضية معالجة مشكلة حصلت في بيته صلى الله عليه وسلم أزمة وأي أزمة أزمة تتعلق بالعرض تتعلق بالشرف تتعلق بسمعة الإنسان كيف أدارها النبي عليه الصلاة والسلام قصة الإفك التي جاء ذكرها في سورة النور في القرآن وجاءت في الصحيحين وفي السنن بشكل مطول أنا لا أريد هنا أنني أذكر وأسرد هذه القصة لأنها طويلة لكن هي لا تخفى على أحد قصة الإفك حينما اتهمت أم المؤمنين عائشة من قبل المنافقين الذين جندوا أنفسهم لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن عائشة مقصودة بالمقام الأول إنما كان المقصود والهدف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن أهل النفاق كان شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر وديدنهم الدائم استثمار واحتبال أي فرصة يمكن أن يدخلوا فيها أو من خلالها إلى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام هم لم يستطعوا مقاتلته ومواجهته لكن من خلال بث الشائعات والأراجيف والطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتهمت عائشة رضي الله عنها زوراً وبهتاناً في قصة معروفة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد وقع سهم عائشة القرعة عليها وحصل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الخبر لا شك بأنه كالصائق خبر يتعلق بعرض الإنسان لا شك بأنه كالصائق لكن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء امتص هذه الصدمة انصح التعبير وذلك ما ذهب مباشرة إلى عائشة وطلقها أو ما ذهب إلى عائشة وسبها أو ما صدق هذه الشائع ابتداء لأنه من أكبر الأخطاء أن الإنسان حينما يأتيه خبر بمثل هذه الصورة أن يجد هذا الخبر مكان في صدره وفي قلبه هذه كارثة هذه كارثة ولذلك الله عز وجل ماذا قال قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين النبي عليه الصلاة والسلام يعني حسن ظنه بالله عظيم ولذلك لا يمكن أبدا أن الله تعالى يزوز نبيهم رأة خبيثة بل ربنا جل وعلا قال الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الخبر وأشاع المنافقون هذا الأمر امتص هذه الصدمة بتحملها وبالصبر وبالسكوت عليها حتى يتثبت ويتبين صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مستجيب لله سبحانه وتعالى فبدأت الخطوات العملية في إدارة هذه الأزمة هذه أزمة يجب على الإنسان أن يدير أزمات بيته بكل عقلانية ولا يجوز له أن يدير الأزمات بانفعال أو بغضب لأنه الانفعال والغضب لا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة سليمة إنما يؤدي إلى كالف إلى انكسار إلى انهدام لذلك نسمع لأن كثير من الأسر وللأسف الشديد يعني لا تحسن إدارة الأزمات يعني تصدق أي شائعة تصدق أي خبر وهنا يحصل الأمر الذي فعلا يقضي على هذه الأسرة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أدار هذه الأزمة من خلال خطوات هذه الخطوات إن شاء الله لعلي أذكرها في اللقاء القادم بحول الله لأن الوقت أدركني إلى ذلك الآن أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر